القول الفصل ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله معلم الأمة بعثه الله في الأميين يعلمهم ويزكيهم ويتلو عليهم آياته وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتواصل معكم من خلال هذا الفضاء الخاص بجريدة الجمهورية أو موقعها ونتذاكر وإياكم حول مناسبة عظيمة من مناسبات العلم والعلماء وهي اليوم السادس عشر من هذا الشهر اليوم الذي تحيي فيه الأمة الجزائرية مناسبة عيد العلم وهي بذلك تجدد العهد تجدد العهد والعقد مع العلماء والعلم حينما نتحدث عن العلم والعلماء نتحدث عن النور الذي يستضاء به في هذه الحياة لقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يخلق أبان آدم عليه السلام وقبل أن يكلفه بمسؤولية الخلافة في الأرض أن يعطيه ذلكم النور الذي يستطيع من خلاله تحقيق هذه المهمة وبلوغ القصد في هذه الوظيفة شاء الله عز وجل أن يخلق أبان آدم عليه السلام ليكون خليفة في الأرض وكانت الملائكة قبله وكان الجن قبله ولم تكن لهم الخلافة في الأرض قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة استحق أبونا آدم عليه السلام أتي الخلافة بالعلم ولذلكم حينما اعترضت الملائكة فقالوا لربنا عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها فكانت الشحنة والطاقة والحقنة التي جعلت من أبينا آدم عليه السلام خليفة لله في الأرض هي العلم ولولا ذلكم العلم الذي فاق به الملائكة ما استحق أن يكون خليفة لله عز وجل في الأرض نتحدث في هذه المناسبة عن العلم والعلماء مبريزين وموضحين قيمة العلم قيمة العلم في النجاح الدنيوي وقيمة العلم في النجاح الأخروي وقيمة العلم في النهوض بالأمة وقيمة العلم في تحقيق الرخاء والإزدهار للأمة قيمة العلم في النجاحات كلها لذلك يقول السلف من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم العلم أيها الإخوة والأخوات ذلكم المفتاح الذي حينما التقى جبريل عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان أول ما أتى به إليه وهو يجدد العهد بالأرض أن قال له اقرأ نعم كان بالإمكان أن يكون أول ما ينزل من الوحي صلي حج زكي مالك ثم رمضان لم تأتي هذه التوجيهات من رب السماء إلى الأرض ولكن التوجيه الأول الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى الأمة جميعا ونحن جزء منها كان أول ما جاء من الوحي إقرأ ليبقى هذا الفعل فعل الأمر ليبقى هو الموجه للأمة ويبقى هذا الفعل هو المرشد للأمة أنه لا سبيل للعبادة ولا سبيل للنجاح ولا سبيل للفلاح ولا سبيل لتحقيق أي بغية في الدنيا والآخرة إلا بالعلم والقراءة لأن القراءة أداة من أدوات العلم ومما ينبغي أن نقف عليه ونحن نحيي هذه المناسبة أن هذه الصورة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو في مرتفع في غار حراء ذكرت أدوات العلم ذكرت القراءة وذكرت القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أود أن أشير إلى أن هذه المناسبة مناسبة يجب أن نقف فيها على ضرورة ضرورة شحذ الهمم لطلب العلم والصبر على العلم والتحلي بطلبه بصفة دائمة لا تحد بزمان ولا بمكان ولا بعمر معين ولا بسن معين ولا ببلوغ شهادة معينة العلم هو مطلب دائم أطلب العلم من المهد إلى اللحد لا يحده الزمان ولا المكان ولا الأعمار ولذلك في القرآن الكريم يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما يعني مهما كنت لا بد أن تستزيد من العلم ولا بد أن تبقى طالب علم ولا بد أن تصبر على طلب العلم ولو بلغت الدكتوراه أو بلغت من العمر الستين أو بلغت من المناصب ما يغنيك فيبقى طلب العلم بالنسبة لك هو مطلب لا تشبع منه ولا تمل منه ولا تكل منه أيها الإخوة والأخوات أود أن ننبه أيضا إلى أمر مهم جدا ونحن نحيي هذه المناسبة أن طريق العلم هو طريق إلى الجنة وهذا لا شك فيه وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن النمل والحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير العلم والعلماء أيها الإخوة مناسبة عظيمة نحييها اليوم ونقف على دروسها وعبرها سائرين الله جل وعلا أن يعلمنا ما لم نكن نعلم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقا في الدين والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على معلم المعلمين والأميين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين